الآن ندخل إلى الشروق نت في صفحتها السياسية ونرحب مواشرةً بالدكتور عبد الملك النعيم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ضيفنا دائماً يوم الأحد مرحبك دكتور مرحبك أخي أحمد ناجي وأخي مؤتصم وتحية لكم ولكل متابعي قناة الشروق وصباح الشروق يوم الأحد صباح خير والحمد لله زالت أسباب الغياب الحمد لله بدل التلفون الليل معنا الميلا معكم نحن سعداء أحمد أول خبر سنقرأه الخارجية قمة إيقاد ستضع جداول تنفيذ اتفاق سلام الجنوب قال وزير الدولة بالخارجية محمد عبدالله إدريس إن قمة دول الإيقادة المقبلة ستعمل على وضع الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان وستمهد لتوقيع الفرقاء الجنوبيين للتوقيع النهائي على الاتفاق وأكد عبدالله في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية متابعة الخارجية لمراحل تنفيذ اتفاق سلام الجنوب خطوة بخطوة وبنية صادقة مبين أن تنفيذ ما تم توصل إليه في الاتفاق يعد أهم مرحلة وتحديا كبيرا وحقيقيا من نسبة للجميع قمة إيقاد ستناقش جداول تنفيذ سلام جنوب السودان خبر مطمئن على الساحة يعني ما توارد الأسبوع المنصر بسم الله الرحمن الرحيم لا بد من الإشارة إلى أن قمة إيقاد نفسها تعطلت لعدد من السنوات يعني والآن بتستعيد إنعقادة على مستوى الرؤسة في مناسبة سياسية كبيرة جدا اللي هي الحضور وشهود توقيع اتفاقية سلام دولة جنوب السودان الإيقاد أصلا هي الجهة التي يعني عهدت للسودان بأن يدير هذا الملف باتفاق كامل صحيح أنه خلال الفترة الفاتت بعد التوقيع على الترتيبات الأمنية وقسمة السلطة والثروة كما يقول المسأل يعني الشيطان في التفاصيل فظهر التفاصيل كثير جدا من ضمن مسألة نواب الرئيس ومهامن المجلس التشريعي عدد الحقائب الوزارية الولايات وحدودها وصلاحياتها فذي كلها كانت تعقيدات لا بد أن يقول فيها بعض الكلمات ويصلوا إلى بعض الاتفاقات في الخرطوب لأن الأطراف المعارضة كلها المشاركة لفقدان السقة الكبيرة خلال الفترة الماضية مع الحكومة في دولة جنوب السودان ما كانت تريد أن تحول هذه التفاصيل إلى يقاءات أخرى كانت تريد أن تحصل الأطول بالأمر ونجح السودان إلى حد كبير جدا الآن في أن يقرب وجهات النظر ويقرب الشقة وتابعنا يمكن الأسبوع الماضي أن ينضمن الاتفاقية الذين كانوا يعارضون سواء كان دكتور رياك مشار مجموعة أو مجموعة لا مكولة حتى مجموعة العشرة رغم أنهم هم ما متفقين اللي هي المجموعة بتاعة المتقلين السياسيين الشاهد في الأمر الآن الاتفاق بتاع الخرطوم ده لا بد من وجود آليات لتنفيذه ولا بد من وجود أجهزة لمراقبته السودان كدولة لا تستطيع أن تقوم بكل هذه المهاب والسودان الآن أصلا مكلف من قبل الإيقاد فيفترض أن الآليات تعمل الإيقاد والرغابة تكون كل دول الإيقاد مشتركة فيها بالفهم ده حضور الإيقاد وحضور التوقيع ووجوده هو بياتي الضوء الأخضر لأنه والله هي ستكون رقيبة على هذه المسألة نحن أتمنى أنه أخواننا في دولة الجنوب بعد المسألة ما وسط هذه المرحلة أنه ما يفرطوا أبدا لأنه الاتفاق ده ما جابه ساهل والتجربة اللي عاشتها دولة الجنوب تجربة قاسية جدا لابد أنه ينتقلوا منا إلى المربع آخر والفرصة الأتيحت لهنا الآن يلتقوا في السودان ما يقارب أكثر من شهرين ويجلسوا مع بعض أذاب كثير جدا من الجمود والجليد الذي كان سائد حتى العنصر بتاع فقدان السيق الآن بدأ يعني إلى حد كبير جدا يتلاشى فمطلوب منهم يعني لا رقابة الإيقاد ولا دور السودان ولا دور الإيقاد لو ما كانوا هم أكثر حرصا وأكثر تقاربا وأكثر قناعة بأهمية السلام كل المجهود ده يمكن أن يفعل فنتمنى أنه بعد التوقيع وحضور الإيقاد أن دولة الجنوب تسهب إلى الاستقرار والأمن وده في استقرار لدول المنطقة ولمواطن الجنوب الذي الآن يعاني الأمرين يعني نعم طيب سعد الملك سنمشي للخبر الثاني الحكومة تعلن وضع خارطة الطريق لتنفيذ الاتفاقيات مع تركيا أعلنت الحكومة وضع خارطة الطريق لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بينها والحكومة التركية وأوضح وزير المالية محمد عثمان الركابي أن خارطة الطريق وضعت آلية لتنفيذ الاتفاقيات في الجوانب الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية إلى جانب مشاريع الغاز النفط الزراعة الثروة الحيوانية والمعادن وبحث الركاب في القرطوم يوم السبت ونائب وزير التجارة التركي الفاتح متنين الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الطرفين بحضور وزير الدولة المالية طارق شلبي والاتجارة الصادق محمد علي وفقا لبيان صادر عن الوزارة عدد كبير جدا من الاتفاقيات في مجال التجارة والاستثمار والاقتصاد موقع بين السودان وتركيا ولعلنا نذكر زيارة رجل طيب غردقان للسودان وما تمخض عنها بعد ذلك بزيارة الوفود فنية يعني في مجال الاستثمار وبمختلف أوجه حتى ذهبت إلى بور سودان والعمل في المواني وكذا الآن في وفد تركي فيه أربعين من الرسميين العاملين في مجال الاستثمار كحكومة وفيه عشر من القطاع الخاص برضو من شركات كبيرة جدا أنا أشعر أنه وضع الآليات لتأخر كثير جدا كان يمكن الاستفادة من الزمن طيلة الفترة الماضية لكن برضو نرجع السبب لأن الرصفاء عندما يجلسوا مع بعضهم بيكون في كثير جدا من القضايا يودوا أن يحسموا نتمنى أن بهذه الزيارة توقيع الاتفاقيات يرى النور على أرض الواقع الآن الإمكانيات في السودان موجودة متوفرة سواء كان من ناحية أراضي سواء كان من ناحية مياه الإمكانيات والخبرات والميكنة والتقانة موجودة في تركيا الإرادة السياسية في البلدين قوية جدا في هذا الاتجاه فالبلدين سيستفيدوا من مثل هذه الشراكات الاقتصادية فنتمنى أنه بقيام الآليات بتاعة التنفيذ أن هذه الاتفاقيات ترى النور ويجني سمارة الشعب في الدولتين في نفس السياق خبر آخر الكهرباء تبحث مع وفد تركي تطوير وتأهيل الشبكة القوية بحثت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ووفد تركي برئاسة نائب وزير التجارة الفاتح متين بحثاء التعاون في مجالات بناء محطات توريد الكهرباء وتصنيع وبناء معدات خطوط نقل الكهرباء والمحطات التحويلية بهدف إكمال البنية التحتية للشبكة القومية للكهرباء والتصدير إلى دول الجوار وطرح وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى خلال الاجتماع الذي عقد السبت بالخرطوم طرح رؤية البلاد وميزات موقعها الجغرافي ومواردها لتكون مركزاً إقليمياً في إفريقيا لتصنيع مدخلات الكهرباء بالتعاون مع تركيا التي عرفت بخبرتها وجودت منتجاتها في المجال حسب المعايير الأوروبية وذلك وفقاً لوكالة السودان للأمبال طبعاً ده تجاوز حكاية أن المسألة تكون في إطار تبادل خبرات لموارد مائية ولتوليد كهرباء إلى تصنيع الأدوات والأجهزة التي يمكن تساعد بدورة سواء كان في نشر الكهرباء على مستوى السودان أو على مستوى تصنيع آليات يمكن السودان يكون دولة برضو عنده المغدر على التصدير أنا شاعر بأنه مسألة الكهرباء فيها مجهودات كبيرة جداً محطة النهوية والآن نعم في المحطة النهوية الروسية في العلاقات مع مصر لو تذكروا في الأيام الربط الشبكي في حديث عن أسيوبيا قبل حتى سد النهضة وفي الآن مع تركيا دي كلها نفتكر مجهودات بدون بها وزارة الموارد المائية والكهرباء لعلي الأقل يعني توفير كهرباء بشكل مريح وبشكل يساعد على تطوير الصناعة في السودان نحن الآن بنتكلم عن الكهرباء ليس القطاع السكني بس القطاع الصناعي القطاع الصناعي كان يموت من عدم توفر الكهرباء بالضبط يعني ده 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 بيشهد الآن معاناة كبيرة جداً في مسألة الكهرباء يعني أسأل معاناة البسيطة اللي بنشعر بأن إحنا في في القطاع السكني دي القطاع الصناعي يعني معاناة مضاعفة نعم لأنه بتجيف موارد وبيخسروا خصائر كبيرة جداً بسبب ندرة الكهرباء وإلى آخر فأنا شعب أن المجهودات الآن اللي بتبزل دي يعني حق الناس تضع عليها خارطة وجدول زمني بحيث أنه الناس تجني سمارة في أقرب وقت ممكن طالما الاستعداد موجود والإمكانيات أيضاً متوفرة نعم طيب نمشي لخبر آخر الدعم السريع طحب التهريب 154 شخص خارج البلاد أعلنت غوات الدعم السريع إحباط محاولة تهريب 154 شخص من ضحايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمنطقة المثلث في الحدود بين دولة السودان ومصر وليبيا وتم نقل المهربين إلى معسكر الجيل والخرطوم وقال مدير دائرة التوجيه والخدمات بقوات الدعم السريع العقيد مرتضى عثمان وفقاً لوكالة السودان للأنباء إن المهربين تحركوا من منطقة المالحة متجهين إلى ليبيا وقال إن غالبية المراد تهريبهم تتراوح عمالهم بين 22 و 26 سنة معظمهم سودانيون إلى جانب وجود جنسيات عربية بينهم حقه نحن نأكد على أنه أي زول يهرب يكون بمحضيراته ودائر يسر يفتش للوسيلة يعني المهربين ليلة الآن هم بيعتبروا الوسائل اللي بتسهل للناس اللي عندهم الرغبة أساساً في التاريخ فذلك أنا أفتكر حقه برضو نبدأ يعني نعالج المسألة من جزورة يعني أنت ليه ماشين يكون عندك إحصايات اجتماعية كاملة جداً إذا كان يتكلم عن سن عمرية يعني منتجة جداً 22 سنة حتى الآن ما بدأ حياته بشكل عملي يعني إذا لا تصلت عنه يقول هو شهد معاناة حتى يفكر في الهجرة لا أبداً دي بكون لإعتبارات كثيرة جداً ربما آخرين أغروع على هذه المسألة فحقه نحن نجفف أولاً المصادر بتاع التهريب ده نفسه الأمر الثاني خارب الثقافة دي في الأول ننشر الثقافة دي يعني أنت زول عمرك 22 سنة يعني ماشي ليه أنت حتى الآن بتكون يا ذا بك تخرجي من الجامعة أو حتى الآن في الجامعة وكده فده أنت سن حقه تبدأ فيها حياتك العملية بشكل لأنه دي ما شيل المجهول نعم ودي دي مسألة خطيرة جداً ده الجانب الأساسي جداً تدعمي للدراسات الاجتماعية وتشوف السن العمرية بتاعت الناس دي تقرى الخريطة الجغرافية بتاعت توزيعه من أي المناطق مستوياتنا التعليمية بشكل كبير جداً بحيث أنها تقدر تجفف من عدد الراغبين أصلاً في هذه الهجرة بعد ذلك تمشي طوالي للمهربين وذين الناس بيرتقبوا جرائم كبيرة جداً وأنا أفتكر بطول المدة الأجهزة الأمنية بتاعتنا قدرة تحدد المواقع البتين منها التهريب وبالتالي يمكن أن تحدد الأشخاص سواء كانت داخل السودان ولا عن طريق جهات خارج السودان الأمر الثالث المراقبة بتاعت الحدود بشكل كبير يعني الآن المنطقة اللي بتكلم عنها هي أصلاً منطقة ملتهبة تكلم عن ليبيا ومصر شمالاً دي كلها مناطق ملتهبة وأنا أتمنى أن هذه المجهودات تمشي إلى الأمام ونضبط حدودنا بالشكل الذي يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار لكن معالجة المشكلة من جزورة أنا في تغييرك وأمر مهم جداً شكراً جزيلاً دكتور عبد الملك أن يمكن تخيرك على حضورك وعلى ما قدمت لنا من تحليلات شكراً لكم أحمد ناجي ومعتصم وشكراً للذين تابعونا شكراً لك دكتور وشكراً لكل اللي تابعونا في هذا الصواح